ماسك يعالج جميع مشاكل البشرة لمنع الكلف تسبغات قشور الوجه الحبوب كنأكد انه يعالج جميع مشاكل البشرة وبجوج مكونات فقط ومكونات جد طبيعية كيف ما شفتوا علي انا اللولا الفرق بين واضح من اول استعمال صراحة نتيجة رائعة خصوصا انا نفس الخريف وكتعرفوا الخريف انه ينشفل وجه وكي خلي عليه قشور فضروري اننا نحاربه وعلى بركة الله نبدأ الفيديو اليوم وعليكم بنات كنت منتكنو بي خير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو دي اليوم واخيرا 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 سوف نرجع الى حيوية ونشاط ديالنا سالة الغيبة بحول الله وبإذن الله انا رجعت معكم من جديد على اليوتيوب ويوميا ان شاء الله بحول الله لا يقدرني افتقدتكم كيف ما انتم افتقدتوني وتحشكم كيف ما انتم تحشوني مساجات ديالكم كمي كنقرها لا على الانستغرام لا على التعليقات هنا في يوتيوب اللي حتى من الواتساب توصل معي كنشكركم متتبعات جليل ووفيات كنشكركم بزيب بزيب ومن كل قلبي صراحة رسائل عبر الانستغرام ايمان توحشنا وافتقدنا الوصفات جولك وليلقوا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يعني واحد واحد الاعجاب واحد الفعالية اللي جيد كبيرة اللهم لك الحمد البنات لا الوصفات ديال الشهر لا ديالوجاه لا ديالجسم لا نصائح اللهم لك من نغة بتعليقكم لمدة دابا جيل تلت شهر تقريبا انا كم مساء اللي تشمل مساجات وافتقدتوني جدا 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 صراحة وليتو جزينا يا ربي على بعدياتنا وليوم اللي بنات كيف موعدتكم وكيف مكتفتوا لي بالرسائل ديالكم ايمان توحشوا لوصفات ديالك ايمان مبقاش فينا ذاك الحماز ومبقاش فينا منك يشوفوا الفيديو ديالك يوم فيديو رائع لبنات وصفة جد 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 فعالة كتعالج جميع مشاكل البشرة واول هو تفتيح الوجه البنات يلا لاحظوا ان الوجه ديالي اكيد اكيد مع فاصل صيف ان السميرار ومع فاصل خريف كيف يبدأ الوجه ديالنا ينشف ومنني كنقول وجفاف الوجه كنقوله غايب داو جميع مشاكل ديال البشرة اللي منها تجاعد ووجه مني كينشف البنات كي بدووا الحبوب حتى الماكياج ما كيشيك شزوين الوجه ديال كي بنشاحب حتى ذاك الدورة الدموية ما كتبداش تمشي فيه فالهاد الوصفة هادي بحول الله وفيها واحد المكوين فيها مكوينين فقط واحد المكوين اللي هو جد رائع كي حرك لنا الدورة الدموية في وجه ديالنا كي عاجلنا جميع مشاكل البشرة كن اكيد البنات جميع مشاكل البشرة اكيد البنات كيفما متعودين لاني انا نجيب لكم وصفات مكونات جد جد طبيعية وهدا الوصفة دياليو مكونات فقط انا ما نكتبش عليكم ماحتاجة البشرة ديالي انها تفتح توحشت ذاك الوجه المشرق جدا واكيد نجي نقولو فصل الخريف محتاج للبشرة دياله ترجحكة الماء تحتاح ذاك النظارة ديالها بان الوجه ديالنا مايبقوش فيه حبوب مايبقوش فيه كوشور نعالجوا البنات للبشرة دينا بهذا الوصفة هادي خليكم معايا وعلى بركة الله ندوزو المقادرون وعلى بركة الله نبدأوا الوصفة دينا ولي فيها مكوينين فقط البنات كنأكد مكوينين اول مكوين لي هو الاساسي للبنات لي هو زعفران شعراء زعفران شعراء البنات خطير خطير للبشرة كي يجدد لنا البشرة دينا كيخلي الدورة الدموية دولنا في الوجهة وكترجع لها الحيوية دينا كي يجدد لنا جميع مشاكل البشرة هاد زعفران الحر لبنات رائع جدا المكوين تاني عنا ناشا الدورة ماي زينا البنات كيف ماشتو ناشا الدورة سوف نخلي لكم المكوينين مكتوبين هنا يعلجن سوف نأخذ زعفران جالنا سوف نكبقها كيف مكتوفوا على هاد الشكل هذا و سوف نزيدو علي الحليب حليب كامل دسم البنات ها هو كامل دسم مايكون شا البنات حليب دي الرجيم ولا حليب مافي كامل دسم كان أكد وانا غدي نحرك المكوينة دينا ونخليه من ساجم المدة دي العشر احتربع ساعة ماشي مشكل ضروري نخلي هاد زعفران الحر دينا يطلق المكوينة الاساسية دياله واكد المتتبعات ديالي الوفيات عارفيني ما كان بداشي ماسك الا و ضروري نقشر الوجه ديالي نقوميه وبجوج مكوينة عو تاني اللي هي القهوة ما كان استغناش على هاد المقشر نهائيا البنات حيث كلق عليها راحتي و مقشر رائع البنات هنا كيف مكتلكم القهوة وزيت الزيتون وبما اننا فصل البرد و فصل الخارف ضروري من تقشر الوجه مرتين في الأسبوع علاش القشورة الوجه ما غادي اختفوا مني غادي تبعو هاد تقشر وهاد الماسك بحولي له والبشرة ديالكم غادي ترجع الحيوية ديالها الدورة الدموية لحمرار ديال الحنيكات غادي تشوفوا بان جميع المشاكل بداتك التعالج بحولي له و اكيد كيف مكتلكم متتبعات ديالي الوفيات عارفين ما نقدرش نبدأ شي وصف الوجه ديالي بلا ما ندير القوماش ديالي المعروف اللي شاركت معكم دابا اللي هو القهوة وزيت الزيتون ولا زيت اللوز مهم اللي متواجد عندك ما كيش مشكل و هاد المقشر رائع بنات كيساعدنا ما كيخليش القشور في الوجه اهم حاجة كيف مكتلكم فصل الخارف نعالجوا القشور و نجفف البشرة البشرة ما خاصها شجف نهائيا و نعاونوها بترطيب اكيد هاد النصائح اكيد ما غاديس نبخلع لكم بها في الاخر ديال الفيديو كيف مكتلكم سوف نحاول نقوم الوجه ديالي و انا انا درت القوماش ديالي و انا كان ديولة البنات الوصفة اللي شاركت معكم ديال زعفره الحر راح اكيد جانسوا المكونات جاولها اكيد غادي تخليها عشر دقائق عشر دقائق عاد نستعملها على البشرة ديالنا بما قدرنا المقشر و وصلناه و غادي نمشي دابا نغسل هاد المقشر هاد باش نشارك معكم موصفة والبنات ما تزعبوش باش نشوفوا ان شاء الله البشرة كيفاش غادي تولي من اول استعمال هنا قشرت البشرة ديالي لازونتين البنات عنا هنا والانف وهنا ما نخليوش البنات البشرة ديالنا تنشفه وضروري التقشير باش يتحلن المسامات ويستفد هاد المكوين هاد من البشرة ديالنا انا غادي رجع معكم انا باركتي الله دابا نبدأ الوصفة ديالنا كيف ماشته ودابا غادي نديرها على الوجه ديالي وحنا كندير المسك ديالي وخادي شوفوها البنات انه وكي سيح في ضرف خمسة دقائق قادي تلقوه نشوف كمبلتمند كرم على البشرة ديالكم بشرة ديالكم بدات كتجبد يعني وداعه للتجاعد طرحه ماسك رائع جدا 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 وحنا كيف ماشته خمسة دقائق فقط لقيت المسك ديالي كرم على البشرة درجات اني ماقدرش نحرك الوجه ديالي موسيقى وعنا كيف موعدكم غادي تشوفوا الفرق من اول استعمال الباريق على الوجه لما على الوجه الدورة الدموية ولحني كتبدو كيدنقو بان البشرة ديالكم بدات كتتفتح من درجة الى درجتين تسبوغات والكلف النهار على نهار غادي بدو يختفوا كيف مكتلكم البنات نتيجة ولا اروع يعالج جميع مشاكل البشرة حتى الحبوب البنات غادي بدو يختفوا ان شاء الله بحول الله غير تبعوه ورحموا لي الوالدين علي كيف كنقولكم جيما سوف نكون قصلت وجهك في ماشتوا معايا من الوصفة سوف يبال لكم من اول استعمال فرق سوف يكون وصفة رائعة للبنات انا لم اريدت تدريها لكم حتى جنيز زعفران الحر كن اكد انه يكون زعفران حر لبنات خذوه ما عندك شخص صادق وصدقوني بان البشرة ديالكم سوف يرجع لها الباريق كي علي جميع مشاكل البشرة اللي عندها الكلفة البنات اللي عندها تسبوغات اللي عندها قوشور ديالوجه اللي عندها الحبوب رائع لبنات زعفران للوجه رائع وانا بادني له كيف مما قلت لكم سوف ينتبعوا معاكم ونفعلوا واحد تشالنج للمدة ديال اسبوعين وجيوا لي في التعليق ورحموا لي الوالدين على هات الوصفة الرائعة لبنات كيف ماشتوا ومن بعد ما سلنا الوصفة ديالنا ما ننسوا لبنات الترطيب اي كرام عندكم هاد الفصلة لبنات الخارف بالضبط كينشف لنا الوجه ديالنا ولمشا تنشف لك البشرة مرحبا بجميع مشاكل البشرة يعني ما تخليش البشرة تنشف باتاتا واكيد من بعد 2-4 ساعة تسدو لك المساء ماء الورد كيف ما كنقول لكم ديالما ماء الورد يكون بارد ونفعلوا اي كرام عندنا بنسبة لي انا هاد نوفيك سبغ رائع جدا 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 تمام ديالو شوية طالعوالك الرهزوين انا ما نخلي لكم صورة ديالو اهنا انا هادا هو لك نستعمل ولك يعجبني البنات رائع جدا ولا ما عندكش استعملي اي اي كرام عندك نيذ لالبنات وما تخليش البشرة ديالك اناها نشف لك صراح انا كيف ما كنت لكم مع هاد الفترة ديالو حام ومع لاكليينيك ودكشي البشرة ديالي الدهورات وخصوصا مع البحر سوف اعجبني انا سوف اقوم بتارونج ومده العناية بالبشرة ديالي بالنسبة لها الماسك سنستعملها لبنات جوج مرات في الاسبوع جوج مرات في الاسبوع تقشير يعني نديرها جوج مرات في الاسبوع نقشل وجه ديالنا نديرها الاسبوع ومدة اصبوعين رجل علي الخبار كنموت اوكا انا احمق عليكم كيف كان كليكم ديما لا تنسوا بشاة البنات تخليلي يفتح عليك كي جدكم الاسبوع من أول استعمال كبار الفرع السلام عليكم